الصورة المعجزة لشفاء المفاصل وآلام أسفل الظهر وعرق النساء مجربة مرارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة مجبولة لديك مردية لديك واشفينا اللهم بها من كل داء واغنينا اللهم بها عن كل دواء وحصرنا اللهم بها من كل بلاء صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرزق والرحمة وتغلق بها عنا أبواب الشر والفتنة وعلى آله وصحبه والتابعين حق قدره ومجداره العظيم أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب الشفاء بالقرآن الكريم ومما لا شك فيه أن صورة الفاتحة هي الشافية الكافية ومن أعظم الإعجازات والاستشفاءات بالقرآن الكريم ومن فضل صورة الفاتحة في الشفاء من كل داء والركية إنها ركية للشفاء من الأمراض والعلل فقد روي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية مررنا على أهل أبياتي فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا فنزلوا بالعراء فلدغ سيدهم فآتونا فقالوا هل فيكم أحد يرقي قال قلت نعم أنا أرقي قالوا ارقي صاحبنا الكثير من الأمراض أيها الأخوة الكرام تشفى بالقرآن الكريم اعلموا أيها الأخوة الكرام أن صورة الفاتحة الشافية الكافية وفيها من الكرامات والاستشفاءات ما لا يعد ولا يحصى من جميع الأمراض والآلام ومما جربناه من العلاجات من آلام المفاصل وآلام العظام والمفاصل في سائر الجسد وكذلك عرق النسى وما يسمى بالانزلاق الغدروفي وعاذنا الله من كل الأمراض والآلام واللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين والسر الذي سأضعه لكم بإذن الله تعالى في هذا الفيديو فيوجد مثلا آلام أسفل الظهر يعاني منها الكثير من الناس خاصة الرجال يعاني منها الكثير من الناس وخاصة كبار السن وعلاجها بسيط بإذن الله وهي ناتجة عن شائل الأثقال أو الأشياء الثقيلة وممكن تكون ناتجة بسبب مرض الكلا وممكن تكون ناتجة بسبب ضغط الدم وبهذه الطريقة التي سأقولها لكم في هذا الفيديو وهي شفاء بإذن الله لجميع الأمراض بأمر الله تعالى ونبدأ على بركة الله في شرح الطريقة أولا تكون طاهر الثياب والبدن وتجلس نحو الكبلة الشريفة ثم تحضر طبق صغير أبيض أو تحضر ورقة بيضاء غير مسطرة وتحضر القليل من الزعفران الحر هتحضر الزعفران وهو يباع عند أي عطار والقليل من ماء الورد ثم تضع معلقة صغيرة من الزعفران في فنجال وتضع معلقتين من ماء الورد وتتركه عشر دقائق حتى يضوب الزعفران في ماء الورد وتكتب به في الورقة البيضاء أو في هذا الطبق الصغير الأبيض هتكتب فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتبعها صورة الفاتحة والأفضل أن تكتبها بحروف مقطعة يعني هتكتب كل حرف الوحدة وممكن أن تكتبها كاملة لا حرج كما هي ولكن ليها سر أكبر وليها سر روحاني أن تكتبها بحروف مقطعة كل حرفة على حدة ثم تمحي ذلك الكتابة بزيت الزيتون الحر البارد يعني هتجيب بعد كده القليل من زيت الزيتون بالمجدار اللي أنت عايزه اللي أنت هتدهم به بعد كده المنطقة التي تعاني منها من ألم المفاصل أو من أي مرض في جسمك وهتحضر زيت الزيتون ثم تمحي بزيت الزيتون هذه الكتابة هتضع زيت الزيتون إن شاء الله بإذن الله على الكتابة إذا كانت الورقة هتطبق الورقة ثم هتضعها في زيت الزيتون لمدة ثلاث دقائق أو خمس دقائق يعني إلى أن يدوب الزعفران في زيت الزيتون هي تبارك زيت الزيتون بالبسملة وصورة الفاتحة وإذا كان الطبق هتضع القليل من زيت الزيتون أو مجدار زيت الزيتون على الطبق ويمحو برضو زيت الزيتون هذه الكتابة أو هذه صورة الفاتحة المكتوبة والبسملة المباركة بإذن الله ثم بعد ذلك هتقرأ صورة الفاتحة سبعين مرة وكل مرة هتقرأ صورة الفاتحة كل مرة هتقرأها هتقرأ البسملة معها يعني هتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سبعين مرة بهذه الطريقة ثم بعد ذلك هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية ثلاث مرات وتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثلاث مرات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بهذه الصيغة وهي صيغة الصلاة على النبي للشفاء من العلال وتقول اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة مقبولة لديك مرضية لديه واشفينا اللهم بها من كل داء واغننا اللهم بها عن كل دواء وحصرنا اللهم بها من كل بلاء صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرزق والرحمة وتغلق بها عنا أبواب الشر والفتنة وعلى آله وصحبه والتابعين حق قدره ومجداره العظيم هتصلي على النبي بهذه الصيغة ثلاث مرات أيضا وبكده تكون الطريقة خلصت بإذن الله وبعد ذلك هتدهن مكان الألم مرتين مرة صباحا ومرة مساءا هتدهن على منطقة الألم بزيت الزيتون مرتين أو ثلاث مرات في اليوم فإنها طريقة نافعة بإذن الله تعالى ومجربة وناجحة لأمراضكم إن شاء الله تعالى وتحفظ من كل شيء وتحفظ هذا الزيت أي زيت الزيتون المقروق عليه تحفظه في مكان طاهر سبحان الله القليل جدا من يدعم الفيديوهات الإسلامية بإعجاب تمنيت ولول مرة واحدة فقط أن يصل فيديو إسلامي إلى ألف إعجاب إني أسألكم بالله أن تضغطوا على زر الإعجاب أتعلمون لماذا؟ لكي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وتعم الفائدة فلا تنسوا الدال على الخير كفاعلوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا أتمنى قبل نهاية الفيديو أن تعلقوا بالصلاة على خير البشر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فمن صلى عليه مرة يجزي الله بها بعشرة أضعاف والله يضاعف لمن يشاء فأكثروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرة أعزى الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير